في البداية الصين يعني الحقيقة قد دول اوروبا كلها مجتمع مع بعض كتير يعني والصين كانت امبراطورية عظيمة جدا وعشان تعرف الصينيين كانوا عاملين ازاي الصينيين دول اول ما نخترح حاجات كتير جدا ممكن تجيب لك هبل ممكن يجيب لك يعني تيجي لك ازاي النازل كانت عاملة كده وانا ما بقولش كلام ده هب ده من كتب موسقة زي كتاب نيال فرجسون استاذ التاريخ بجامعة هارفرد لما كتب عن الحضارات عايزك تعرف ان الصين مسلا اول ما نخترعوا ترس للساعة وعملوا ساعة لما بتشوف وصفها في كتاب الحضارة ده هتتجنن ساعة الحقيقة رهيبة جدا خليني اقولك الساعة مواصفات هي عشان ما تقولش دهب من كتاب الحضارة للأستاذ نيال فرجسون في صفحة 72 بيكلم على الساعة اللي اخترعوها الصينيين على فكرة بنتكلم بألاف السنين مش بنتكلم بمئة سنة يعني بنتكلم بألاف السنين فبيكلم في صفحة 72 بيكلم على الساعة دي بيقول ان هما ابتكروا اول ساعة ميكانيكية في العالم وهي كانت بدعة معقدة يبلغ طولها اربعين قدم وهي لا تعلن الوقت فقط يعني من الساعة تعمل الوقت بس ولكن ترسم حركة الشمس والقمر والكواكب واللي سجل ده ماركو بولو الرحالة شاف بورج عليه الساعة دي وبيكلم على انه يعني انجلترا لم تعرف هذه الساعة او الساعة اللي زيها الا بعد مرور مئة سنة الكلام لنيال فارجسون بعد مرور مئة سنة عرفت انجلترا ساعة شبه الساعة اللي سجلها ماركو بولو في رحلاته اللي كانت بترسم مش بس بتعلن الوقت الساعة خمسة والساعة ستة والساعة سبعة لكن كانت بترسم حركة الشمس والكواكب والقمر دي اختراع صيني هتعرفوا انجلترا بعد مئة سنة ايضا ابتكروا حروف اللي جنب بعضها في المطبعة يعني ايه انا بنتكلم بقى عن المطبعة بتاعته ربا لا ده الصينيين اكتشفوا المطبعة قبل في القرن الحداشر في القرن الحداشر مش بس كده الصينيين اخترعوا الوراء واول من تعامل بالعملة الورقية كانوا الصينيين يعني اول من تعامل بالنقود الورقية اللي هي زي ما بتشوفها الدولار والحاجات دي كان الصين اوروبا كانت بتتعامل بالمعدن بالفضة او المعادن يعني لكن الصينيين اكتشفوا او اخترعوا او عملوا العملة الورقية ده الصينيين اللي اول من عمل الحقيقة زراعة البزور المكنة اللي بتبث او الآلة اللي بترمي البزور في الارض وكانت دي اختراع عظيم جدا لما ارفته اوروبا بعد كده عملت ثورة زراعية كبيرة جدا لكن الصينيين كان اول من الاخترع ده وهيعرفوا بعد كده الاوروبيين بعد 2000 سنة هيعرفوا الآلة دي الكلام ده من كتاب نيال فارجسون يعني مش هبد مش بنتكلم على هبد الصينيين عملوا زي المحرات ده اللي في الارض ده قبل ما اوروبا تعرف المكنة دي بحوالي 2000 سنة يعني الصيني اخترعوا اعواد الثقاب عود الكابيت اللي عملوه اول ناس عملوه كانت الصينيين ويقال ان هم اول ناس عملوا مش يقال ده هو اللي كاتب الكلام ده عملوا الكبري الحديد كبري جسر حديد يعدي من منطقة لمنطقة كان الصينيين وده كان سنة 65 قبل الميلاد يعني بتتكلم على قبل ميلاد السادة المسيح ب65 سنة ما كانش اوروبا دي اصلا موجودة يعني ما كانش اوروبا ايضا اخترعوا نول النسيج الانوال بتاعت القماش النسيج واخترعوا دولاب الحرير وكانوا هم منتجين للحرير بشكل قوي جدا اخترعوا مبيدات الزراعية يعني هم العملوه المبيدات الزراعية لزراعة الارض وكان عندهم ثورة وتقدم زراعي علمي بشكل قوي جدا اخترعوا بكرة الصيد البكرة اللي هي في النارة دي اللي هم هم اللي اخترعوها ده غير البصلة المغناطيسية واخترعوا كمان الفرشة الاسنان اما اكلم على دولة عجيبة جدا ايضا اخترعوا عربية اليد عارف العربية اليد طبعا انت بالنسبة لك عربية اليد بالوقتي هزار وتقعد تقولها وهو اخترع عربية اليد انا اقولك على حاجة غريبة جدا انت لما تقرأ الجبارتي في الجبارتي عندي في الكتاب بتاعه اللي بيقرخ للفرنسويين الجبارتي والمصريين بوهروا بوهروا بحركة لقوها الفرنسيين بيعملوها ده اللي كاتب ده الجبارتي في كتابه العربية اليد لما بتشير عارف العربية الصغيرة دي اللي هي بتاعة اليد دي اللي قد كده صغيرة وبيجرها واحد كده بيزقها المصريين الجبارتي بيسجل انه المصريين لما شافوا ده اتحابلوا ايه العربية دي ما هم وغدين على الشير الكتاف وحنا بنتكلم سنة 1798 الصينيين هم بقى اخترعوا العربية دي من الاف السنين فالحقيقة الصينيين كانوا الحقيقة متقدمين جدا وحضارة عظيمة جدا ووصلوا الى اختراعات وحاجات قبل ما يوصلها الاوروبيين